ما تخافش على الأهلي أهلا بحضراتكم من جديد ما تخافش على الأهلي لأنه لما تلاقي الأهلي منافس تنزاني هيلعبه فتلاقي السيد هيرسي سعيد رئيس النادي يانج أفريكانز كان هنا في القناة بالمناسبة في حوار مهم مبارح في ضيافة الزميل كابتن إسلام الشاطر شوفوا الرجل رئيس النادي التنزاني بيتكلم إزاي أنه الأهلي تفخر بها أفريقيا كلها بلك الأهلي الفريق الأقوى والأفضل والتجربة الأبرز في أفريقيا وقال لك بالعكس بقيت له مكانة عالمية ولما بيسأله كابتن إسلام عن توقعاته قال له أتوقع الفاينل للأهلي يبقى موجود فيه لأنه هكذا الأهلي دايما أنه لما بيدخل في الأدوار الإقصائية بيكون منافس مختلف تماما نركن الملف الأفريقي بكل تفاصيله وبعد الفوز على بلدية المحلة أعتقد مع البلدية المكاسب ديهدية لأنه كان فيه مكاسب كتيرة أول للأهلي من هذه المباراة فتحت الجدل المحلي وفتحت الباب أمام الكثير من الجدل وتقال أنه الأهلي بيستعيد أحمد القندوسي وبيستعيد أو بيشتري محمد شكري بموجب العقد من سيراميكا كيلوباترا وأنه الأهلي بكده بيعاقب سيراميكا وبيقفل السكك مع السيراميكا وبيقطع علاقاته مع السيراميكا الموضوع لا لا بص فيه ناس نرفزها الأداء والمكسب بتاع الأهلي عايزين يلغوشه وياخدوك في حتة ويقولوا كلام عيب إنه تقال أولا إن هو الأهلي اللي بيخطط بالزهنية دي إن أنا برجع لعيبة عشان عاقب نادي عشان كان لقى طلب عنده ومعملهوش ده كان يبقى النادي الأهلي يعني النادي الأهلي ما بيجيبش احتياجاته اللي محتاج لها الرؤية الفنية هي اللي بتحسم أي لعب يرجع وأي لعب يستمر في الإعارة وأي لعب يتباع وأي لعب يتباع بالشروط تسمح لك باستعادته زي شكري طب الشرط ده تحطي ليه إلا إذا كان النادي الأهلي متحسب اللي هو شرط أولوية الشراء في رقم كذا برقم عشان ما يحصلش مغالاة لما اللاعب تنفجر طاقاته ما عامل حسابه إنه يجوز يحتاج له ومتوسم فيه إنه ربما يحتاج له صحيح فهو مش بايعه يعني شرام يطبته شكرا أو يبقى على حلال حلال ده حدد أول سنة لو خدته برقم بسبعة مليون تاني سنة بتسعة مليون طيب هتقولي ما خدش عارة لي ما هون تتحكم بعدد بعدد اضطرد تبيع ناس كل البيعات الاضطررية دي انت محددة بأرقام يمكن تسترد ده فانت انت محتاج باكلفت او مش محتاج باكلفت محتاج مصر كل الناس تقولك انت محتاج باكلفت طب طب هتدور الأول إزاي فيما تملك فيما تملك وفيما تعتقد ان هو شارب اسلوبك وشارب ابنك شارب حياتك شارب أهدافك وبعدين هو خارج النادي الأهلي الاتنين اللي في متخم مصر فتوح والحمدي دول فأندية مستحيل حيتسابه وانت محبش تخش في هذا السابق خالص فانت رحت لأفضل خيار تاني كل مصر كانت بتشارع على شكر فلما الأهل يرجعوا لا ده بيعاقل ده بينه وبين سيراميكا حاجة عيب يتقالي الكلام ده عيب علاقتنا بالأندية تبنى على الاحترام ها في شوات مصالح في السكة بتقدر وفي علاقات انك بتدي أولوية في حالة ان النادي يبتدي ياخد احتياجاته فيه العاجات دي موجودة لكن اللي بيحكمك أولا وأخيرا مصلحتك ايه مش حرقه خصوصا في استرداد اللعيبة ايه يعني في خروج اللعيبة ربما تقول ايه انت روح هنا وبتبقى حاسب ايه فرصه في اللعب انا ممكن اودي في نادي واخد في العارة فلوس اكتر بس السكاته مزدودة لكن انا وديه نادي وانا عارف انه هيقدر يلعب يتطور القندوسي معارس انا ده راجع اوتوماتيك انا ما بستردش القندوسي اه انا عارضه سنة ما عارضهش سنتين فانت بتسترد القندوسي عن قناعة ده اللي اتنين هم شكري وكندوسي تسم في العسل ده بينه من السراميكا حاجة نلحن بوز ان الاهلي يرجع على اتنين دول اللي هو بامارة ايه ما يرجعوش يعني القندوسي عارضه اتهت الاهلي محتاج طيب شكري فيه بند انت حطه عشان لو عدته اخده وانت عدته فعلت البند ففعلت البند وهم الناس حتى لما جم يعلقوا مستغربين انتوا بتكلموا في ايه ده بعد محطوط وتم تنفيذه والرجل التاني عارضه هتخلص والاختار ده قانوني في التوقيت المناسب انا ليه بقول كده لان فيه محاولات على طول تخريب في العلاقات وفي نفس الوقت بتطلع وقت ايه ياخدك في سكة بعيد عن الماتش زي اللي يعني كسبان خمسة عايزي شكاكك في ثلاثة جوان واخد بالك ايه ايه المحاولات دي احنا دورنا ان احنا نركز على العقاق ونقدمها للناس عشان نبقى المقنعين احنا بنقول شو جات نظرنا احنا بنقول ما يحدث على ارض الواقع طيب ما حدث على ارض الواقع فوز كبير للاهلي بمكاسب كثيرة الاهلي بسبعتاشر نقطة من سبع مباريات نتائج يمكن اكثر من رائعة بعرض اكثر من هايل لعل اهم الملاحظات اللي فيها الضغط الهجومي المكسف في البداية والتوفيق في الاحراز المبكر وسام يسجل بدري ده كان مسألة مهمة جدا جدا تكتيكيا واضح انه ميستر كولر ارى المنافس البلدية بشكل كويس اللعيبة حتى تواجدها داخل ممطقة التمنتاشر متقسمة صحة او مرصوصة صح بحيث ان كل مكان هتروح للكرة هتلاقي فيه لعب احمر موجود ثم هذا الاسيستر رائع جدا جاب كم جون يا استاذ براهيم رسمي خمس جوان ها هعمل كم اسيستر اي تلاتة ها ده ده غير المطشرة الودية اللي جاي فيه خمس جوان هي كمان اه فيه نوع من هو جاب اتنين في الدوري واحدة في السوبر اتنين في الدوري اه اتنين في الدوري واحدة في السوبر اه يا عم لا اتنين في الدوري جاي بخمس جوان هم هنا وهنا اه اه في المجموعة المطشرة الالعب اللي انا عايز اقوله ايه ان ان مودست منظر له انه فرود المستقبل اي لا هو فرود التوقيت ده اللحظة اللي احنا فيها دي اي بحكم السن اي فالراجل بيدي اي وبيونتج بيعمل اسيستات اه وعنده خبرات وبيعرف ايه قطع امتى ويلعب امتى فا اياك يكمل كده اياك يكمل كده انما لما تجيبه سام بالقياس الى سنه الى وضعه ما تنتظره منه مدة التعاقد معاه هو ده اللي انت بتأمل انه يكمل معاك اه اطول مدة فا اه دايما مش عايزين نحط نفسنا اه في اه مكان متخذ القرار لانه بيبقى عنده ظروف احنا مش شايفينها وهو بيتاخذ القرار هتحدث عن القرار الفني يعني القرار الفني بيبقى له اعتباراته حسابات اه النهاردة النادي الاهلي لا فيه تكامل كل الخطوط متغطية كويس اه ورجوع القندوسي معه شكري حيطمنه على نواقص معينة ده كمان فيه حاجة تعمل لتجماعة لكن اه هل يتوقف الاهلي عبر بعيد في حاجة ميستر كولر عملها هو بدأ بعمر كمال عبدالواحد بكشمال بصوا لما يكون انت مدرب عندك اكتر من ورقة جوكر فبتديك ارحية جامدة جدا محدش كان مستسهل فكرة انه الراجل يقدر يحافظ على افشا وامام عشور مع بعض واحد تمانية وواحد عشرة وفي معظم وقت المباراة هتلاقي حد فيه متأخر تمانية والتاني بيكمل عشرة محدش كان شايف انه عمر كمال هيلعب بكشمال ده كمان في الشروط التاني لما عبدالمنع مشتكة خرجه لعب علي معلول وده شمال في مكانه وجاب عمر كمال عبدالواحد سردباك فبصوا التوظيف التوظيف للعب في اكتر من مركز عنده هاني يقدر يلعب سردباك ويقدر يلعب مركزه البكرايت عنده اكرم توفيق يلعب هاف ديفندر مكانه القديم وخير بكرايت عنده خالد عفتاح متحرك في اكتر من مركز فالحقيقة الراجل قادر بنسبة كبيرة جدا يخلق تنوع في القدرات وتوظيف لامكانات اللعبة دي كانت واضحة جدا وانت النهاردة بدأت الموسم عندك السلاسي الهجومي رأس الحربة كهرباء والوينج رايت كان على طول بيرستاو والشمال على طول حسين الشحات مباراة البلدية مسلس تاني خالص مسلس تاني خلق الفعالية دي رأس الحربة وسام أبو علي الوينج رايت شفنا بدأ بكريم فؤاد والناحية الشمال ريدا سليم تلاتة تاني خالص ولو فيه كان وقت او مباراة اخرى هتلاقي كريستو وهتلاقي أحمد عبدالقادر وهتلاقي رأس حربة زي كهرباء وهتلاقي وده مهم جدا للي جاي لعيبة من المفروض تتقلق هتتطلق ماتش اتنين ويجي لها لحظة يحصل ضرب يخش مكانها ناس ثانية وهكذا مش عايزين نقعد نقارن اللعيبة ببعض نيه دي مش كويسة ومش يعني في التيم المتماسك ما ساحش المقارنات ومش عايزين برضو ان العيبة على طول تحت مقصلة التقييم انت عندك فريق اتشكل بطريقة فنية معينة تفي باحتياجات جهاز فني صاحب رؤية في هذا التشكيل انه يتكون بطريقة دي اطلب التوفيق للجميع وساند الجميع دي مسألة مهمة جدا قبل ما هنشوف الميستر كولر عايز اقول لكم انه ماتشات هذه الجولة الزمالك النهاردة فاز على الداخلية واحد صفر واسموحها كانت عادل مع فيوتشر واحد واحد والمصري كان فاز على المقولين واحد صفر وامبي فاز على زد واحد صفر والاسماعيلي والجونة عادلوا صفر صفر والاتحاد السكندار اتعادل مع البنك الاهلي صفر صفر وفارقه مع طلاع جيش اتعادل بنفس النتيجة وكان سيراميكا فاز على البلدية خمسة ثلاثة دي الحقيقة مباريات الجولة الاربعتاشر جولة الخمستاشر بقى اللي هتفتتح بكرة الجمعة ان شاء الله سيراميكا بيستضيف المقولين العرب ويوم السبت الاسماعيلي بيستضيف بلدية المحلة يوم الحد انبي مع الاتحاد ويوم الثلاث طلاع جيش مع الداخلية والمصر مع سموحة ويوم الاربع بيراميز مع فارقه ويوم الخميس مودرن فيوتشر مع زد والثلاث الجونة والزمالك والبنك الاهلي مع الاهلي الدوري يعني مع الانتظام بعد كده لغاية لما حقيقه في مارس للمعسكر المنتخب الوطني تدام من اتناشر مارس وتتساب لغاية دلوقتي متسابة مباراة الاهلي وانبي يوم خمستاشر حتى الان هي في الجدول المعلن لكنه هتتأجل ولا لا ما فيهاش قرار حتى الان مستر مارسل كولر بعد هذا الفوز الرائع والاداء الممتع جدا ترجمة نانسي قنقر